مباشرة معنا من رياض الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد القبيبان سعدت اللواء شكرا جزيلا لوجودك معنا في MBC في أسبوع أسألك في البداية لماذا هذه المبادرة السعودية وتحديدا في هذا الوقت مساء الخير عليك مرة ثانية والسيدات والسادة المشاهدين أنا باعتقادي بعد مرور ست سنوات وتقريبا بعد كم يوم من دخل السنة السابعة أن الوضع الإنساني في اليمن أصبح فعلا كارثي وأصبح الحالة اليمنية أو الشعب اليمني في وضع لا يحسب عليه وزي ما قالوا كثير من المتحدثين بأن هذه تكون يعني أو الآن هي أسوأ كارثة إنسانية لذلك أنا باعتقادي أن هذه المبادرة هي ليست جديدة ولكنها تأكد أن المملكة دائما وأبدا تنظر إلى الحل السياسي الشامل السلمي الذي يتوافق مع القوانين الدولية وأمن واستقرار المنطقة فهذه نقطة مفروغ منها الوضع الإنساني يعني قبل شوي أشوف التقرير تكلم الأخ السفير آل جابر عن دعم المملكة لليمن 17 مليار دولار تتكلم أنت وهناك عمليات عسكرية وهناك يعني عدم أو خلينا أقول تجاهل واقعي في المجتمع الدولي للوضع الإنساني المملكة يعني واجبها لليمن دولة شريكة أو دولة جارة قامت بما يعني على الأقل يعني يعيد الاستقرار نوعا ما إلى اليمن فكانت هذه المبادرة أنا برأيي أن توقيتها دائما مميز وخاصا يعني مع تغير إدارة أمريكية وتغير بعض المتغيرات في المنطقة وثانيا الوضع الإنساني أصبح يعني الحوثي لا يكترث لليمني الحوثي بالعكس يعني حتى لما فتحت بعض أو أتت بعض السفن عاد إلى عادته القديمة والحصول على المشتقات النفطية وبيعها واستفاد منها للمجهود الحربي ومع ذلك فيه تعاون من التحالف والحكومة اليمنية ولكن للأسف يعني أنا ما أرى أن هناك للأسف يعني أخذلنا من المجتمع الدولي تجاه اليمن صحيح سعادة اللواء يعني بعد تأييد الدول الكبير لهذه المبادرة وأيضا الهجمات الأخيرة مساء البارحة هل ترى أنه هذه المبادرة عرت الميليشيات الحوثية تماما وأوضحت أنه قرارها الأول والأخير بيد طهران بالضبط وإحنا دائما يعني أنا من ست سنين من عام 15 وأطلع أعلق على هذا الموضوع ومتابعه وكنا نقول من البداية بأنه لو الأمر بيد الحوثي أنا أعتقد أنه يعني ممكن بأي صورة ما لأنه يعني فيه هناك عن طريق القبائل فيه هناك عن طريق وسطات أو وسطات من عمان الكويت المجتمعات يعني أو الاتفاقيات التي تمت والهدنة التي تمت ولكن من الواضح يعني بعد المبادرة وأطلق اللي هو المندوب السامي أنا سميه في إيران من إيران في اليمن رفض هذه المبادرة قبل أن يتكلم الحوثي أو المتحدث الرسمي أو أي طرف من الطرف الآخر غرّد بأن هذه المبادرة لا تفيد الحل بوجهة نظره الدبلوماسي والسياسي في اليمن والأكثر من كذا هي كشفت مو بس الحوثي والإيرانيين لا كشفت المجتمع الدولي على واقعه يعني المملكة تتعرض إلى اليوم الصباح ومصفاتها النفطية أو مصافيها النفطية وهي بالتأكيد تؤثر على الاقتصاد العالمي ونجد هناك تغافل أي نعم تصاريح رنانة حلوة المملكة شريكة لنا ندعمها في الدفاع ولكن ما أنا أرى أنا أنه فعلا المملكة ما هو تعرّتها المجتمع الدولي فقط الحوثي فقط لا أظهرت للعالم أجمع بأن هناك مخطط على هذه المنطقة وأن هذا الصراع يراد له أن يستمر ولكن أنا باعتقادي أنه نحن ولله الحمد قادرين على أن نتفاهم أو يعني نحل مشاكلنا بالطريقة التي نراها ولا يطلع أن بكرة من دوب الأمم المتحدة يقول والله قوات التحالف تقصف والمدنيين يتعرضون لمشاكل في اليمن فهل مملكة قدمت مبادرة أعتقد بعد هذه المبادرة لن تقدم دول التحالف والحكومة اليمنية أفضل من هذه المبادرة طيب الآن نعود لنقطة لو الأمر كان بيد الحوثي إيش تفسيرك للتدخلات الإيرانية لتحاول إطالة الأزمة في اليمن هو السيد علي المخطط وسبق وقالوه كثير من الأخوان السياسيين وتكلموا أيضا عن منهم في الدبلوماسية تحدثوا عن المخطط الإيراني يعني يقول لك بعضهم والله أهم أو يعني سيطرة إيران على العراق وعلى سوريا وعلى لبنان أهم من اليمن وهذا ليس صحيح اليمن باعتقادي أنا أنه هو خلي أقول لك العنق لمنطقة أو لمنطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر والخليج العربي والبحر العرب لذلك إذا لم تتم السيطرة الكاملة من إيران على هذه المناطق راح يستمر الصراع وراح يدعم حتى أنه يعني الدعم هذا أثر على الاقتصاد الإيراني والشعب الإيراني والتقدم الإيراني يعني ضحى بكل ما يملك الإيراني لاستمرار الصراع والسيطرة على السلطة في اليمن لذلك حيدعم الموقف وهذا اللي يعسفني أنا صحيح أنه يعني أنا لا أنظر إلى أن يكون هناك صدام مباشر خاصة في الوضع أو جهة السياسيين لا يعني الحكمة يجب أن يكون لها دور كبير ولكن أعتقد الحزم في بعض الأمور مع الشركاء في المنطقة وكما تعودنا والله الحمد حكومة خادم الحرمين شريبان تعطي فرص ولها القدرة بأن تتخذ القرارات التي هي فيها مصلحة للوطن مصلحة المواطن مصلحة المنطقة والتفاهم مع هذا للأسف الجار المزعج هذه نقطة النقطة الثانية برأيي أنا أنه اليمن كوضع استراتيجي وأقرب دليل شف يعني ما ودي أخرج عن موضوع السفينة التي جنحت في قناة السويس صحيح شف كيف أثرت على الملاحة أثرت على الاقتصاد الآن كم يوم الملاحة بالضبط الآن تخيل الحوثي أغرق سفينتين أو ثلاث بنفس الطريقة وكذا لغم على باب المندب ماذا سيحدث؟ كارثة فأنا ما أدري يعني المجتمع الدولي هل يريد مثل هذا النوع من الكوارث؟ هل يريد أن تصبح المنطقة فعلا تحت صفيح ساخن طوال هذه الفترة؟ أنا أعتقد أنه لدينا القدرة ولله الحمد كقوات عسكرية دبلوماسية اقتصادية فرض رأي حتى لو أنه جاهز سيد بايدن وتحدث بكلام انتخابي ولكنه عندما أتى للواقع رأينا هذه التصريحات الآن حتى من وزير دفاعه أو وزير خارجيته وأعتقد أنه من الأخطاء الكبيرة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية الحالية وهو عدم تسمية الحوثيين أو تصنيفهم كجماعة إرهابية وتصريح بما يعني لا يجب أن يخرج من رئيس شريك في المنطقة والأكثر من ثمانين سنة بأنه عدم دعم دول التحالف لمواجهة الحوثيين بالقنابل اللازمة لذلك وهذه نتائجها المصافي تتعرض للتهديد الملاحة تتعرض للتهديد التجارة تتعرض للتهديد وباعتقادي أنه يعني آن الوقت ونحن ندخل الآن السنة السابعة بأن يكون المجتمع الدولي له وقفة جادة أكثر وإلا يعني سوف يدفع الثمن المجتمع الدولي ورأينا المؤخرا وكيدنا كتابعت السيد علي ما قامت به قوات التحالف في استياد الحوثي وجماعة كالجردان تحت أي شجرة في جبل في وادي في شعيب كان هناك عمل جبار قامت به قوات التحالف بمعناته لدينا القدرة ولكن يعني هي العملية ليست للقتل لا هي العملية لردع وإعادة السلم والاستقرار صحيح في المنطقة هذا ما نتمنى أن يفهم الشريك الكبير في المنطقة الشركاء في المنطقة وأن لا يذهبوا إلى بمعنى صح سفاسف الأمور أنه والله المدنيين يتعرضون لضغوط في اليمن وهو 17 مليار قدمتها المملكة وأثر ذلك على الاقتصاد في المنطقة ولكن أيضاً اليمن دولة عزيزة جارة الشريكة في المنطقة أضفنا من الرياضة الخبيرة العسكري والاستراتيجي اللواء محمد القبابان شكراً جزيلاً لك شكراً جزيلاً لك